بعد إعادة توقيفهم لمشاركتهم في اعتصامات الرابية أفرج محافظ العاصمة ياسر العدوان اليوم عن 17 موقوفا إداريا وبحسب عضو لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين ملك الطهراوي فقد قدمت طلبات إخلاء سبيلا بكفالة للمفرج عنهم وأضاف الطهراوي لرؤية أن مدد توقيف المفرج عنهم تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع وأن أربعين موقوفا على خلفية التظاهرات ما زالوا ينتظرون إخلاء سبيلهم وكانت محكمة صلح جزاء عمان أخلت في وقت سابق سبيل الأشخاص ذاتهم بكفالة عدلية خلال مثولهم أمامها إلا أن المحافظ قرر توقيفهم مرة أخرى على خلفية قانون منع الجرائم وأسندت للمفرج عنهم تهم التجمهر غير المشروع والتحريض على التجمهر غير المشروع وإقلاق الراحة العامة وهي تهم نفوها بالكامل 1600 طالب وطالبة حرموا من التقدم لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بحسب قرار وزارة التربية والتعليم وجاء القرار بسبب تجاوز هؤلاء الطلبة عدد أيام الغياب المسموح بها خلال عام التوجيه إذ يحق لكل طالب أي غيبة 43 يوما بعذر وبدون عذر أمين عام الوزارة الدكتور نواف العجارمي بيّن أن الطلاب المحرومين من التقدم لامتحان تقل نسبتهم عن 1% من مجمل المتقدمين والبالغ عددهم نحو 131 ألف طالب نظامي وألفت العجارم إلى أن السادسة من أيار المقبل سيكون آخر يوم لرصد الغياب بين الطلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية قال المركز الوطني لتطوير المناهج إن مناهج الصف الحادي عشر وهو العام الأول من الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 ما زالت قيد الإعداد ولم تقر بصيغتها الرسمية وأشار المركز إلى أن ما يجري تداوله ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المنصات التعليمية غير الرسمية بأنها مناهج صادرة عن المركز الوطني لتطوير المناهج ليس له أساس من الصحة كما أن الدوسيات التي يتم الترويج لبيعها ليست دقيقة سبعة أشخاص أحدهم مصنف بالخطر باتوا في قبضة الأمن العام اليوم بعد أن تعاملت إدارة مكافحة المخدرات مع ست قضايا نوعية للاتجاري وتهريبي المخدرات الناطق الإعلامي باسم مدرية الأمن العام عامر السرطاوي أوضح أن تلك القضايا كانت في لواء الرمثة ومحافظتي المفرق والكرك فيما ألقي القبض على المصنف بالخطر في إحدى مناطق غرب البلقاء وضبطت المديرية بحوزة المقبوض عليهم ستمائة وثلاثين ألف حبة مخدرة وعشرين كف حشيش وكمية من مادة الحشيش المخدرة إضافة إلى أشتال ماريوانا مزروعة وأخرى معدة للزر احتفالا بمناسبة اليوبي للفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وضع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم حجر الأساس لتوسعة مستشفى معانا الحكومي التي تشتمل على إضافة مبنى العيادات الخارجية وبنك الدم ومستودعات مركزية الهواري أكد أن التوسع الجديد ستكون مجهزة بكامل المعدات الحديثة بكلفة تبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف دينار من مخصصات مجلس محافظة معان وبمساحة تقديرية تبلغ خمسة آلاف متر مربع بدوره حتى مدير مستشفى معانا الحكومي الدكتور وليد الرواد الجهات المنفذة على الإسراع في تنفيذ المشروع وإنجازه مؤكدا أن هذه المشاريع التنموية المستدامة ستخدم قطاعا واسعا من المواطنين في محافظة معان وزوارها المبنى القديم يعني مبنى لا يليق بتقديم الخدمة الأهلة في هذه المحافظة عدة عيادات لا تتجاوز ستة عيادات وبمساحة بسيطة جدا لا يوجد صاحات انتظار وصلاة انتظار الآن في هذا المبنى راح تكون الأمور منظمة بشكل أفضل راح يكون هناك صاحات انتظار للمراجعين راح يكون عدة عيادات لكل تخصص تقدم خدمي مما يوفر وقت وجهد على المراجعين واختصار وقت الانتظار لهم راح تتوفر جميع الخدمات في هذه العيادات من أطباء من فنيين من تمريض كذلك خدمات المختبر خدمات الأشعة إذن في محطة واحدة المواطن راح يوخذ هنا خدمته كاملة بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء وضع حجر الأساس لبنك الدم بنك الدم الذي صحيح منذ فترة طويلة ونحن نطالب به كون هذه المنطقة منطقة حدودية وتتعرض دائما وأبدا لحوادث سير فلذلك هناك إصابات كثيرة بحاجة إلى نقل الدم الحمد لله رب العالمين هذا البنك راح يرى النور إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأشهر القريرة القادمة جاء هذا المشروع بتموين من مجلس محافظة الزمعان على مدار سنتين الحمد لله يعني بيوم تشرفنا بزيارة معي الوزير الصحة بفتتاح أو وضع حجر الأساس لهذا المستشفى مثل ما تفضل لدكتورنا مدير المستشفى يشمل هذا التوشع إلى عدة عيادات خارجية بالإضافة إلى مركز بنك الدم بالإضافة إلى مستودعات مركزية للمحافظة هذه المشاريع التي تحدث داخل المحافظة الزمعان هي رؤية سيدة تتحقى أرض الواقع عندما توزع مكاسب التنمية وهذا الشيء ينعكس بأثر إيجابي يتمنى بعد 14 شهر من الآن أن ترى هذه النور وأن تكون معان ريادية بالقطاع الصحي وفي العقبة افتتح الهواري اليوم مركز صحي العقبة الشامل ومركز صحي الكرام الأولي في مدينة العقبة مركز صحي العقبة الشامل الذي يقدم خدماته لعشرة ألاف مراجع شهريا أقيم على مساحة بناء تبلغ نحو 1600 متر مربع وبكلفة مليون ومائة وأربعين ألف دينار من مخصصات اللامركزية واجرى إنشاء مركز صحي الكرام الأولي وتجهيزه بمنحة كويتية بلغت حوالي مليون دينار أردني ويعمل به 23 موظفا يقدمون الخدمات لنحو ألف مراجع شهريا وحول المراكز الصحية القديمة والمستأجرة أوضح وزير الصحة أنه يجري العمل على استبدالها بمبان جديدة ضمن خطة تطوير وضعتها الوزارة في العقبة لفتاح مركزين صحيين الآن نحن في مركز صحي العقبة الشامل هذا مركز متميز مساحته تزيد عن 1600 متر مربع يحتوي على كافة الاختصاصات من طب أسرة طب عام مختبرات صيدلية أشعة الطب النسائية طب المجتمع الأموم والطفولة وحقيقة يقدم خدمات نوعية للمواطنين الضغط على هذا المركز أيضا جيد جدا عدد المرضى اللي براجعوه بعشرات الآلاف إحنا طبعا هذا ينسج مليون مع خطة الوزارة بالتركيز على القعاية الصحية الأولية كونها البوابة قائسية والتي ستخفف من حاجة المرضى لأنهم يقصدوا مستشفياتنا